عبر عدد من النشطاء عن قلقهم بخصوص اختفاء الناشط السياسي والحقوقي الجزائري هشام عبود حيث تساءلت عائلته أصدقائه عن مكان تواجده وكان عبود الذي يعيش في فرنسا قد سافر بالطائرة من باريس إلى إسبانيا وأشرت تصريحات محام هشام عبود أنه لا يوجد أي أثر للمعارض الجزائري بعد البحث عنه في المستشفيات والجهات المعنية دون جدوى